بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام الباكر والتأويل التعسفي للقرآن هذا التأويل المنسوب إليه كذبا وزورا يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل اختلف البسلمون في تفسير كلمة أولي الأمر من هم المقصودون بأولي الأمر من هم أولي الأمر أولي الأمر يعني عمال النبي والموظفون والقادة والولاة الذين كان يبعثهم رسول الله في زمانه أو أنها هذه الآية أو هذه الكلمة تعني أكثر من ذلك بعد الرسول يعني من هم أولي الأمر هل هو أي حاكم يسيطر على السلطة يصبح أولي أمر أو هم العلماء أو هم أهل البيت أئمة أهل البيت كما يقول الشيعة الإمامية يقولون أولي الأمر يعني أهل البيت أو أئمة أهل البيت وفي الحقيقة يعني الآية تقول فإن تنازعتم في شيء يعني مع أولي الأمر فإن تنازعتم في شيء مع أولي الأمر فردوه إلى الله والرسول ما قال ردوه إلى أولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وأحنا في تاريخنا الإسلامي حدث انشقاق كبير بينما يسمى الشيعة والسنة قبل 1400 سنة وهذا التنازع يعود إلى موضوع نظرية الإمامة ومن هم أولي الأمر ومن هم الحكام ولذين تراث طويل عريض يحدثنا عن من هو أولي الأمر عن دشيعة خصوصا ولكن إذا نظرنا في هذه الآية الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطاعة الله يعني اتباع القرآن والقرآن في مواضيع صريحة وفي مواضيع يعني مؤولة أو يؤولها البعض في آيات محكمة وفي آيات متشابهة يحاول البعض أن يستغلها ليقتبس منها أو يصنع منها نظرية معينة أو موقفا معين ومن هذه الآيات التي أولت هي آيات سوف نستعرضها بعد قليل حول موضوع الإمامة يوجد في التراث الشيعي مجموعة كبيرة من الروايات المنسوبة إلى الإمام محمد بن علي الباكر الذي توفي سنة 114 للهجرة وهذه الروايات تؤسس لنظرية الإمامة الإلهية الشيعية المعروفة نظرية الإمامة التي تحصر الحق بالخلافة بأئمة أهل البيت وتحصر الألم بالقرآن بهؤلاء الأئمة وتزعم أو تدعي أن الملائكة كانت تنزل على الأئمة وأنهم كانوا يعلمون الغيب وأنهم كانوا محدثون هذه هي أركان نظرية الإمامة يمكن الآن كثير من الشيع أو بعض الشيع لا يعرفون هذه النظرية أو ينكرون بعض تفاصيلها ولكن إذا رجعنا إلى التراث الشيعي يعني كتاب الكافي بالدرجة الرئيسية وكتب أخرى بعض التفاصيل أو كتاب بسعر الدرجات أو كتب أخرى التي ألفت في القرد الثالث والرابع الهجري نجد عشرات أو ربما مئات من هذه الروايات التي تفسر القرآن وتؤوله لكي تستخرج منه نظرية معينة وهذه الروايات كلها منسوبة إلى الإمام محمد بن علي الباكر البعض يقول أن هذه الروايات صحيحة وهو الإمام الباكر هو الذي قال كل هذه الروايات وبالتالي يمكن أن يكون هو مؤسس النظرية الإمامية نظرية الإمامة والبعض يشكك بهذه الروايات ويقول هذه غير صحيحة مهما قال علماء الرجال الشيعة علماء الحديث بأن هذه الروايات صحيحة فنحن اضطر أن نشكك بها ونرفضها لأنها غير معقولة ولا تناسب الإمام محمد بن علي الباكر وأنا شخصياً أنزه الإمام الباكر عن القول بهذه التأويلات ولكنها موجودة الآن خل نقرأ هذه الروايات ثم أنتوا أحكموا عليها شوفوا هذه الروايات يعني قوية محكمة معقولة يعني يمكن أخر بها أو روايات يعني جعاءات فارغة أو تأويلات تعسفية للقرآن وليس فقط نائمة أهل البيت وإنما آخرون أيضاً حاولوا أن يؤولوا بعض آيات القرآن لكي يصنعوا منها غطاء سياسياً لنظامهم أو لنظام حكمهم ومنهم العباسي يعني لقد انبثقت تلك الروايات في جو الصراع الذي كان محتدماً على زعامة الشيعة والشيعة كانوا حزب المعارضة الرئيسية للأمويين في القرن الأول الهجري في أواخر القرن الأول وبدايات القرن الثاني وكان هناك قيادات شعية عديدة بعضها هاشمي عباسي مثلاً بعضها يعني علوي بعضها طالبي بعضها حسني بعضها حسيني فكان أدنى في بداية القرن الثاني الهجري عدد من القيادات والزعامات والبيوتات التي كانت تتنافس على زعامة الشيعة أيضاً فقد كان الهاشميون العباسيون منهم يستندون في صراعهم مع الأمويين الهاشميين عموماً في بناء شرعيتهم السياسية أن الأمويين لا يستحقون الحكم ولا يجزدهم الحكم والحكم ليس في قريش في صورة عامة إنما في أترة النبي من هم أترة النبي هم الهاشميون فكانوا يدعون الهاشميون عموماً أنهم من أترة النبي اعتماداً على تأويل آية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة الشورة 23 هي المودة في القربة تعني أنه نبي يخاطب المشركين أنه أنا ما لدي أجر من أتكون بس خلي الألاقة بينها تكون ودية إحنا أقرباء فلماذا تعادوني ليس أنه تعالوا المودة للقربة يختلف المودة في القربة أو المودة في القربة المهم الهاشميون كانوا يأولون هذه الآية ويقرؤونها بهذا المعنى وقد احتج بها الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح عندما صعد المنبر في الكوفة حين بويع له بالخلافة احتج بهذه الآية وكذلك بآيات أخرى مشابهة في ادعاء الحق بالخلافة لماذا أنا أصبح خليفة عليكم هو لم ينتخب من الأمة الإسلامية إنما بالقوة سيطر وقضع الأمويين وأعلن خلافته فقال شوفوا خطبة أبو العباس السفاح كيف يستغل آيات القرآن لكي يبني شرعية لنظام حكمه قال خصنا برحم رسول الله وقرابته الله سبحانه وتعالى وأنشأنا من آبائه هو مو من أبناء النبي بس هو من آبائه وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته لا واسع يعني واشتقنا من نبعته إلى أن يقول ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عليهم فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القرآن أو أنزل من محكم القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم من رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهو يعتبر نفسه من أهل البيت وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقال وأنذر عشيرتك الأقربين وقال ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة واليتامة وقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربة ونحن يعني قربة قرابة الرسول فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكريمة لنا وفضلا علينا والله ذو الفضل العظيم هذه الخطبة أنا اكتبست منها مقطع يرويها الطبري في تاريخ الرسل والملوك جزء 6 صفحة 82 بصورة عامة إذن يعني شوفوا الهاشميون كانوا يستخلون أو يستفيدون من هذه الآيات ويأولونها بأنهم قرابة رسول الله وبالتالي يحق لهم الحكم ولكن العلويين رفضوا تأويل العباسيين لآيات المودة والقربة أنها بصورة عامة تشمل جميع الهاشميين قالوا لا هذه مخصوصة وهنا نعثر على رواية منسوبة إلى الإمام محمد الباكر تحصر الإمامة عن الحكم في أبناء عليين والحسين وتؤول آية إن ما يريد الله ليذف عنكم مرجس أهل البيت ويطهركم تطهير الأحزاب الثلاثة وثلاثين بأن المقصود منها الأئمة من نسل الرسول مو الشجرة العامة الواسعة الذين أوصى بهم وأمر باتباعهم كما يقول الكليني أو يروي الكليني في الكافي كتاب الروضة حديث رقم خمسة تلاف وارمائة واربعة وتسعين إلى ستة كما نجد رواية أخرى عنه أيضا تؤول هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأحزاب آية 6 بأنها هذه الآية تعني حصر الإمامة في ذرية النبي وأنها نزلت في الإمرة يعني الأرحام وبعضهم أولى ببعض في شنو في الحكم والقيادة والزعامة نحن أولى بالأمر وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمهاجرين والأنصار حصر لئة الخلافة كما يروي الكليني بالكافي كتاب الحجة باب ما نص الله ورسوله على الأئمة واحدا بعد واحد حديث رقم 2 وتقول رواية أخرى عن الباكر أيضا أنه أول قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أن الله لا يهدي القوم الكافرين أولها بالولاية لعلي بن أبي طالب وقال إن رسول الله أخذ بيد علي فقال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما أيضا الكافي يروي هذه الرواية في نفس المصدر حديث رقم 6 كما تقول رواية عن الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباكر أنه تحدث عن نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أنها نازل في الأئمة من أهل البيت وقال نزلت في علي الأئمة منه أولي الأمر هم علي ابن أبي طالب والحسن والحسين عليه السلام وعندما سأله أبو بصير لماذا لم يسمي علي وأهل بيته في كتاب الله قال إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي لهم ثلاثا ولا أربعة حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك فإذن هذه الآية جاءت في هذا الموضوع كلين الكافي جزء واحد صفحة 286 حديث رقم واحد وبعد أن أسس ذلك التأويل لحق العلويين في الحكم في مقابل العباسيين والطالبيين أبناء جعفر أبناء أبي طالب انتقل إلى مرحلة أخرى كان ينشب فيها سراع في تلك الأيام بين الحسنيين والحسينيين بين أبناء علي نفسهم يعني وأبناء فاطمة أيضا حيث كان بني الحسن يطالبون بأن تكون العمامة فيهم لأن الحسن أكبر من الحسين وأفضل منه وهنا يروى أن الباكر قام بالرد عليهم اعتمادا على تأويل آية أخرى قائلا كذبوا الله أولم يسمعوا قول الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه الزخرة في 28 فهل جعلها إلا في عقب الحسين كما يروي الخزاز في كفاية الأثر في النفس العلم الاثنين عشر صفحة 246 وقام الباكر بتأويل قول الله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل إنه كان منصورة أول كلمة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ليدعي حصر الحق بالسلطة به دون غيره من العلويين والهاشميين باعتباره من أولياء الحسين بن علي الشهيد المظلوم وهو يطالب بحقه والحركة الثورة الشيعية ضد الأمويين هي كانت تحت شعار الثعر لمقتل الحسين فقال أنا حفيد الحسين فأنا اللي أحق بي أنا ولي المظلوم كما يقول العياشي في تفسيره جزء 2 صفحة 291 وروا جابر بن يزيد الجعفي عن الباكر قال لما نزلت هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال المسلمون يا رسول الله ألست إمام الناس كلهم أجمعين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله إلى الناس أجمعين ولكن سيكون بعدي أو من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي الكوليني الكافي كتاب الحجة باب إن الأئمة في كتاب الله إمامان حديث رقم واحد وفسر الباكر آية قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أو جنة أنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بقوله فسر على الآية بقوله إنما أعظكم بولاية علي هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى إنما أعظكم بواحدة الكافي كتاب الحجة باب فيه نكة ونتف من التنزيل في الولاية حديث رقم واحد واربعين وإنه قرأ هذه الآية أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم وأولها بما يلي قائلا أفكل ما جاءكم محمد بما لا تهوى أنفسكم بما لا تعلي فاستكبرتم ففريقا من آل محمد كذبتم وفريقا تقتلون يعني أولها بهالمعنى فسرها كما يوجد هذا الحديث في كتاب الكافي الحجة باب فيه نكة ونتف حديث رقم واحد وثلاثين وكما يلاحظ توجد ثغرات خطيرة في بناء هذه النظرية السياسية الدينية نظرية الإمامة يعني الإلهية القائمة على تأويل بعض آيات القرآن الكريم تأويلا تعسفيا إذ لا يوجد أي دليل شرعي على أن المقصود بأولي الأمر في آية الطاعة الأعمى الاثنين عشر دون غيرهم ما عندنا أي دليل لا في القرآن ولا في السنة وهم لم يصبحوا أولي أمر ما عدا الإمام علي بن أبي طالب الذي انتخب بعد مقتل أثمان بن عفان وما عدا الإمام الحسن بن علي الذي أصبح خليفة بعد به لمدة ستة أشهر ثم تنازل لمعاوية ابن أبي سفيان وخضع لحكمه وأما آية المودة الشورى الثلاثة وعشرين التي ارتكز عليها عامة الهاشميين أكرر عامة الهاشميين في إدعاء الشرعية السياسية مقابل الأمويين فهي أساسا لا تدل على المطلوب ولا تتحدث عن الخلافة بعد الرسول وكذلك آية التطهير التي تخاطب نساء النبي وأهل البيت أموما وهي لا تدل على الأصمة التكوينية لأحد من أهل البيت وإنما تطالبهم بالالتزام بالتعاليم الأخلاقية الصارمة بهدف الإبتعاد عن الرجس ولا يوجد فيها أي معنى بوجوب اتباعها أما من نسل الرسول وأما آية أولي الأرحام الأحزاب ستة فهي تتحدث عن الإرث وتوزيعه بين الأرحام بدلا من الأخوة الإيمانيين كما كان متبعا في بداية الهجرة عندما كان المسلمون المهاجرون والأنصار أقليات في قبائلهم المشركة فالنبي وضع الأخوة بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بيناتهم وبعدها نجدت هذه الآية فأبطلت لك الحكم السابق فقالت أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والقول بأن الآية نزلت في الإمرة تأويل تعسفي وخلاف الظاهر من القرآن وكذلك آية التبليغ وإكمال الدين والرابط بينهما حول محور الولاية والخلافة لا دليل عليه من القرآن إلا بأحاديث ضعيفة مشكوك باختلاقها فيما بعد وعلى فرض صحة مقولة تعيين الإمام علي من بعد النبي فإن نظرية الإمامة لا تستقيم وتواجه عددا من العقبات ليس أولها ولا آخرها افتراق السلالتين الحسنية والحسينية ودعاء كل منهما بالإمامة وأما تشبث الإمام الباكر بآية وجعلها كلمة باقية في عقبه فهو بلا دليل وتأويل تعصفي لمعنى كلمة معنى الكلمة يعني بإمامة يفسر كلمة باقية يعني الإمامة باقية إلى تفسير الضمير المتصل في عقبه بالحسين هذا ماكو دليل عليها وكذلك الأمر بالنسبة لمعنى السلطان في آية ومن قتل مطلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا التي تؤكد حق أولياء القتيل بالثأر والقصاص أو الدية ولا تتحدث عن السلطة والخلافة وإن تحميلها أي معنى سياسي يعتبر تأويلا تعصفيا بلا دليل طبعا هذه الروايات كلها موجودة في الكلين والكتب الأخرى في كتاب الكافي وتنسب إلى الإمام الباكر كأنه هو مؤسس هذه النظرية بهذه التأويلات التعصفية ولكننا نشك بكل هذه الروايات وننزه الإمام الباكر عن القول بهذه النظرية وبهذه التأويلات التعصفية يعني أي إنسان عادي إذا جفسر القرآن بهذه الصورة نحن نرفض هذا التأويب من عنده ونطالبه بالدليل ولم يقدم الإمام في هذه الروايات كما تقول هذه الروايات أي دليل على صحة هذه التأويلات إنما أدعاءت فارغة فقط وأعود فأكرر إنني أجل الإمام محمد بن علي الباكر عن هذه الروايات وأعتقد أنها منسوبة إليه كذبا وزورا من قبل الذين أسسوا نظرية الإمامة أو حاولوا تأسيس هذه النظرية ونسبوها إلى الإمام الباكر وسوف نتابع الحديث عن تأويل القرآن في حلقات أخرى حول موضوع حصر العلم في أهل البيت أو حول نزول الملائكة عليهم والإمام محدثون وما شابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة